السلام عليكم ومرحبا بكم دايما في القناة معاشف دحمان للطبخ إن شاء الله كامل تكونوا ملاح وبصحة جيدة أخوكم دحمانوس يحييكم ربي وفقكم تحية كبيرة لكامل تالاميد ليرهم يجوزوا في الامتحانة بونكورة شهر الله في الولاد وبالتوفيق إن شاء الله الوصفة على اليوم وش اخترت لهم فاطائر الكصادية خفيفة وبنينة بطريقة سهلة ورائعة مع الخبز اللي راح يكون صنع منزلي يعني خبز تورتيلا ما راناش رايح نشريوه باش يستقى منا بأقل تكلفة وتقدروا كامل ديروه بإذن الله ولفرص راح انتو ما تختاروا أي لفرص تحبلها أنا لفرص اليوم اخترتها لكم سبيسيات يعني راح نديرها بسامك الطونة على شكل الشهرائح كما تعشوا ورما انتو ما تقدروا تديروها بالبولي بلاف يوند بأي حاجة تحبوها هذه هي الفيديو تعليم بزف هاي راح تعلموا منه بزف أسرى خاصة الخبز على التورتيلا كيفاش يجيكم ناجح وتديرو به اي صندويج حبيته يعني تورتيلا بوريتو طاكوس فاخيطاس أي حاجة تحبوها وبالنسبة لفرص قلت لكم اختياري ايميل الفيديو تعليم ديرونا غير الجامعة وفر جامعة للجامعة بسم الله على بركة الله اول حاجة راح نبدأو بالخبز تورتيلا تبعو معي ملاح عندي زوجكي سان مياه وخمس وعشرين مياه وخمس وعشرين يعني ميتين وخمسين غرام تعالفارينا عندنا نصف ملعقة تعليم لح خمسة غرامات نصف ملعقة تعالف سكر حوالي خمسة غرام راه وكل شبين تلت ملاعق تهزيد او ثلاثين غرام او ثلاثين ميليلتر راه بينا واذا عندنا مياه وخمس وعشرين تعالفارينا او مياه وخمس وعشرين تعالفارينا او مياه وخمس وعشرين تعالفارينا تعالفارينا اعني يكون اختيارينا لديها نحطوها لديهم البيترة proms كمية قليلة في البيترون مش راح تشد لكم انحطوه هنا واشف اللي هما السكر والمرح يعني تحطوهم عادي هاد الابات ما فيهاش خميره و مش راح تأثر كامل انحطوه هنا الكمية تعزد لكم تلت ملاعق ثلاثين غرام لو ثلاثين ميليليتر نزيدو هاده كمية وخمس وعشرين ميليليتر تاع الحاليب انطموا الابات تعنا خفيف ضريف وراها واشده وهنا بعد ما طمينا الابات تعنا ودلك تهملح يعني نشوفوا الابات تعنا كفش تولي لكم ليس وطرية مقادرها مضبوطة بالنسبة الناس اللي يحبوا ديرو عشر ورقات يقدروا يضعفوا المقادر يعني العجينة هاده تخرج لكم خمسة ورقات على وزن الورقة راح تكون اربعة وثمانين تقدروا تمانية غرام وربعة وثمانين واللي يحب بتاع السون غرام يقدر يدير هذه واش راح نديرو نجيبوا الميزان تعنا نقسموا الابات تعنا كامل على تمانية ثمانية غرام ولا هادك ثلاثة وثمانين يعني هادك الزيادة اللي تبقى نزيد هلو مانا شوية شوية باش نتحصله على خمسة ورقات نكمل نقطع حون كامل واش راح نديرو نبولي وها عادي نغطوها نخلوها ترتاح ونجوز ونحضروا لفارسة تعنا على بركة الله بالنسبة لحشوة تعنا اخترت لكم شرائح سمك الطونة يعني تتوما تحبو الجيش تقدروا تشوروا الجيش تقطعوه شرائح تحبو الحم تقدروا تشوروا الحم تقطعوه شرائح انا خيرت سمك الطونة وقلت لكم ملحة شوية بقى اختيار يعني هنا شرية مورسو كي ما راكو تشوفو نغسلوهم ملح توجور شوية هكذا قارس ولا خلي متوفار معلم ما نغسلوه يتنحلو كامل هادك الدم وراه واجده هنا كي ما راكو تشوفو نجيبو البلونت رافاية تعنا نحطو هادك القطاعات على الحم سكين تعنا يكونوا ماضي ونقطعوهم شرائح بها الطريقة يعني راح يعطونا منظر شباب ويكونوا شايدين نروحو عندما نطيبوهم وهذا هي نكمل كامل تقطاع ونجو نتبلوهم على بركة الله وهنا كي ما راكو تشوفو الشرائح سمك الطونة اراها واجدها وش راح نديل لهم حوالي زوج فوسوس تعتم لا السيزون مو راح تكون بسيطة باش ناكلوا اللي بنا تعتم يعني ما راح نديل لهم ولا توابل ابر في الفلكحل وشوية تعلمة لحنا نزيدو حوالي تلت مالعقة على الزيت انا ماريني وهم عاها دكتم يعني ما شاء الله راح تعطينكم واحد البناء وتكون سنبولي هذه هي ما تكثروش التوابل لكا كي ما راكو تشوفو يعني نخلطوهم جيدا يا بريه راح نخلوها ترتاح ونعودو نجوزو نحضرو الخبس تعنا خفيف ذريف هنا راح نولو للعاجين تعنا خبس تورتيلا بعد ما ارتاح يعني يا ربي يرتاح عشر اتقايق باش تجيهكم سهل في الفتاح نجيبوا الابات تعنا شوية فارينا نستعنوا بها الحلال تعنا ونتكلوا على الاربي يعني نضربوها هكذا خفيف ذريف نحطوا لابات تعنا نقلبوها بعد ما نشوفها كبرت شوية نحطوا الحلال ونكملوها غير باليد يعني باش تجيم دورا ونشوفوها مزيجزاقية نفتحوها بالحلال نكملها هكذا كامل باليد خفيف ذريف حتى نتاخدنا شكل اشباب لابات تعنا اراها وجدة طاجين تعنا درتوا يسخن دوكم نديلكم الكاميرا لطاجين وتشوفو كيف اشتيب بالنسبة لطاجين تعنا شعلوها فوق المتوسط وخلوه يسخن ملاح بعد ما تشوفوها السخن ملاح نجيبوا ورقة تاعة التورتيلا او الطاكوس شوفو كيفاش نحطوا هنا الورقة تاعنا يعني النارها ملاحة ونخلوها تطيب غير بعقلها وبالنسبة لما بين الورقة والورقة عندما تطيبوها يطيح هذك الغبارة على الفارينة توجير تضربوها من مزحب الشكي تحطوا الورقة التانية يعني يطيب لكم من نقيقية ويجوكم كامل شابين هادي هي شوفو هنا الخبس تعنا كيفاش بداي يدير الفوقعات نعرفو بلي بداي يدخلو طياب تحرك خفيف دريف وحادار انكم تغفلوا عليه ويبسلكم هنراني قلبتلكم يعني بداي يدخلو طياب نزيدو لشوية بدو يخرجوا الفوقعات نقلبوه شوفو كيفاش يجي ما شاء الله بنفس الطريقة كيمة الواجهة الاولى كيمة الواجهة التانية والنار نخلوها توجر فوق المتوسطة باش تطيبوه هذو هم الناس احلي اعتدتهم لكم اقتدوا بلافدوك واش رح نوجدوه يعني صح نتعنا نحط الورقة الاولى نغطيوها توجر هكذا باش ما يضربو شريح ويشدلكم مدة طاويلة خبس تورتي اللي تعناه ناره هو جدو نقلبو قدامكم ونكرفسوها كامل عقدو شوفو كيفاش يعني وصفة هذي بزا فعيلة وناجحة وما شاء الله انا راح نكملهم كامل نغطيهم كيمة قتلكم ونجوزو نطيبوه لفرس عنا نوجدو المقلة الزوج زماعة على قطاع الزيت ونخلوها تسخن ملاحية بعد ما يسخن الزيت تعنا راح نحطوه شرائح شوفو كيفاش يجوم ستفين مكتفين ما شاء الله تحريكا هكذا غير خفيفة ذريفة باش هذك الطونة يبقى شرائح وما يتفتتش ويجي ما شاء الله هنا نقلبوه خفيفة ذريفة نزيد ونخلوه يتحمر ويجمر وراه واجد على باركة الله دوكا راح نجوزو اللاميزون بلاس تعنا الطون تعنا طاب شوفو الخبز تعنا بعد ما طاب كامل يعني كامل يخرجو على حبة وباللون هذا الابيض سمك طونة تعنا شوفو وراه وطايب شرائح ما تفرقه لا لحم ولا طونة هذي هي حتى نتحصل على المعداق ترته هنا صلاة خفيفة كنت عندي حبة فلفل حلوم شوية طماطس شوية تعنا ما يز جبن اويد وجبن مبشر نجوزو في تحذير التورتيلا يعني توجر نجيبو الخبز تعنا نخيرو واجهة واجهة اللي تكون طيبة مليح توجر ديروها فيها لفارس واللي ما تكونش طيبة مليح توجر من بره لأنه راح تتبريسا هذي هي السواف المقلة السواف الطاجين السواف لابرس لكم الاختيار راح نجيبو فروماج بلون تعنا يعني فوندو يكون يتمشا بالنسبة ل فروماج بلون الماداق اللي حبيتو هراكو حرين هنا راح نجيبو الشرائح الطونة او شرائح الشاورما او البولي او لاف يوند هذيك راح تبقى عليكم ورح نديلها هنا ايو بديت صالات خفيفة قتلكم فيها في الفلم شوي طوماطي شوي ما يزي راح يعطيه بنا يعني هاد الفطائر تعالكاسيادية راح يكونوا خفاف ما فيهم لفريت لحتى حاجة وهنا بعد ما نكملوهم كامل نديرو فروماج مبشر بالنسبة لفروماج مبشر انا استعملتنا بولي تعالبيتزا يعني مركة معروفة يعني دوب اي ملايح بنين وانتو من اللي يستعمل القريير هادك راح تبقى علي تقدروا ديرو تروفر وما جديدو كممبر كل واحد واش يكونوا توفر عندو فضل هنا واش راح ندير نكملهم كامل ونجوز ونغلقوهم وبالنسبة لطريقة الغلق يعني سهلة مهلا اقلي وقلب تجيبوا الجهة اللي ما فيها شلاب فارس نقلبوه على الجهة دي يعني الفطائر تعالى اراهم وجدين تعالى اللي طيبنا فيه او وراق التورتيلا او او وراق تاقوس واش نديرو له مسحا خفيفة ادريفة ن نعودو نحطوه فوق النار ندلهنو بشوية زبدة ونخلوه يسخن ملح وبعد ما سخن الطاجين تعنا راح نجيبوه فاطائر الكاسادي او التورتيلا نحطوهم على الواجهة الاولى ونخلوهم يتحمروا بالنسبة للنار تحت المتوسط باش يدوب لنا هادا كل فراو ما شوفو هنا بعد ما شوفوها يعني يبدأ يدوب نزيدو نتعاونو هادا بالزبدة البنسو تعانيه تجور باش يعطينا هاداك الاحمرار والزبدة تعطيها هاداك اللي بنام على الخورس تاع الطاكوس هنا بعد ما نشوفوها ط طابت من تحته وتوجو نستعينو بلاس باتول تعنا باش طريقة القلب راح تكون سهلة شوفو عندما نقلبوها كيفاش تتحمر ما شاء الله يعني طريقة سهلة مهلة واسهل منها ما كاشدوك نحمرهم كامل في خمسة ونجو نشوفوهم في النتيجة النهائية على بركة الله وهنا بعد ما طيبتهم كامل الفاطائر تعنا راهم وجدين يعني لوقت ما راهمش رايحين يشدو لكم بالزافق لي وقلب حمر هاداك الفرامج تعاكيدو ووراهم وجدين نجي نفتح لكم فاطائر الكاسادي يعني عندما تفتحوهم هاداك الفروماج نابولي راح تلقاه وهي تلاسق عندما تاكلوهم هراكم رايحين تستبنوهم يعني هذا هو الحشو اللي درتو انا وانتم الحاجة اللي تكون في رأسكم الحاجة اللي تحبوها تديروها بينصر يعني واحدة مرة واحدة شوفو راح يجو كامل بنفس الناتيجة وبنفس القرامج نفس البنة يعني السهلة مهلة تديرو خمسة طائر كبار وتفتروا ولادكم ولاد تعشوهم وبصحتهم اما لا هذه الوصفة تعليم ان شاء الله انتم منوا تكون عجبتكم اخوكم نحمنوس ما بقى ليقولكم غير بقوا على خير وتهلو فر وحدكم الى اللقاء مع وصفات جديدة سلام